يعني خليني كانت معايا الأستاذة مجدى خيرل وبالتأكيد كلامها يعني أرضى بالكثيرين تعالي نسمع يعني نسمع فيه الجزء مثلنا نحن ناخد واحد وثلاثة مع بعض كده نسمعهم مع بعض نسمع إيه؟ إيه اللي استفازك قوي؟ إيه اللي خلاكي تستلي قلمك وتكتبي على طول وتعبيري عن موقفك بهذا الشكل؟ المتابعة مطابعة ما يحدث واخبال حدثك يعني لما قيل أن فيه مجموعة من الفنانين رايحين بيشجعوا الفريق القومي في مهمة يعني تعتبر مهمة رفعين أعلام مصر يعني لازم تكون اختيار الناس له معنى إيه اللي عملوه مغجل؟ ما أنا مش فيه إيه المغجل؟ المغجل طريقة الكلام يعني خمسة مواوة يلا بقى يعني مش فرح بتاعي يعني وطريقة الكلام ادعو يعني وأنا مش عارف أنا نفسي أقلت لك عشان تعرف يعني بتاع بس يعني لو حطيت الفيديو هتعرف معنى الكلام يعني يا ما أصل الناس بتشجع يعني لا 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 ما عليش تشجع بقى زي ما بقوله حاطيتك في فرح بنت شايماء لكن رايحين في مناسبة يعني معنا أربع دول عربية وكم من الدول الأجنبية شمعنا إحنا اللي يبقى عاملينش كده يعني ده فيه ناس في الأفراح يقولك ما تجيبش بلاش الست بتاع أحسن عيالها بيعملوا فضايح ومنظرها مش بتاع في فرح الله هو إحنا للدرجات إحنا بنستهين بقيمة مصر وفنانين مصر يعني أنك فشلت في عالم السينما يعني وفقا لكلام شريف فبتطلعي هذه العقد وهذه الأحقاد عليهم يعني وانا فشلت في عالم السينما لا أنا مش عارف أنا بس ألت مش عارف يعني احتمال يكون هو قدر أولا على الفكرة هذا يعني ده عمالي أربع مسلسلات وانت عملت اللي فيه في عبدو فيلمين أعتقد أربع أفلام أربع أفلام القاتلة والمزاج مع مجاحة كامل والستات والغجر بتقولك أنت احنا مش نفرحهم بشايماء مين شايماء دي بنتها مين شايماء شايماء دي بنتها ولا مين فبتقول ده في كاس عالم يعني مش فرحهم شايماء ولا شايماء يا جماعة قالت مش فرحهم شايماء يعني مش عارف أي أصداها إيه لا فرح شايماء يعني أنا مستغربة زي مجدة خير الله بتتكلم كده وست يعني قعدت كتير في بيتي وإيه خمسة مواء ومش خمسة مواء وإنه مش بخمسة مواء حن نبعث الناس طيب وإنت لو جالك تذكرة ما كنتش هتروح يعني طيب أنت قابل الناس كلها كنت هتنط وتروحي ولو جال أي حد كان هيروح هو عشان جات لخمسة مواء هو ده العقبة يعني وبعدين يا حبيبتي ما تزعليش على كل إحنا زعلانين كلنا منك ومن كلامك الجارح اللي أنت قلت هنا وفيه نقابة إن شاء الله الأستاذ دكتور عبد طبعا دكتور عشاف زكي هو اللي يقوم بالمهمة دي لأني قلت كلام جارح اللي أعليه وعلى زميلي وهو لا الموضوع خمسة مواء ولا الموضوع حاجة أنت عادة تسل شو بليك كيس لب تسل فيه بدل ما أنت عادة تسل في النعاس وتقولي الكلام اللي أنت بتقولي ده عيب يا مجدى خير الله تتكلمي علينا بهذا الشكل خالص لأني ما شفتيش مننا غير كل قير وآدب فليه اللي أنت عملتي ده ما أنا مش فاهمة طب وإيه اللي ودك العربية تتكلمي لا بعد أنت في إيه أنا حبيبتي بقى ربنا معاك والقضاء العادل معاك الجزيرة معرفش تكلمت فينا أنا سمعت بعد كده بس بقى ربنا معاك إن شاء الله هو القضاء العادل المصري معاك وإحنا كلنا قلنا لازم النقابة تقوم بحقنا ونقض حقنا منك مش هنسيب لك حقنا خالص طيب بس هي عندها بيعني وية نظر اللي هي بعض يعني الناس إحنا بعضين فنانين ففيه في عبده اللي هو أي وباء وخمسة مواء وأنا قلت أي وباء ولا قلت حاجة أنا بقول مصر اللي فيها خمسة مواء ولا خمسة هوريو ولا خمسة أي حاجة خمسة ده مع جمهوري ومع حبيبي واللي أنا متعودة في الميديا أتكلم مع جمهوري أنا أعرف تماما جدا يا أستاذ وائل أنا ست محترمة جدا وأعرف فين يتقل ده وفين ما يتقلش ده أما نعلم شماعات بقى ده على شماعة دي حاجات ملهاش أي لازمة يعني خالص أنا هروح هناك عشان أقول يا مصر مش هقول لخمسة مواء ولا خمسة هوريو أنا عارفة كويس جدا أنا هفصل فين وأتكلم فين وماتكلمش فين فأنا عذرا يا جماعة أنا مظلومة والله العظيم الزلامت أنا وزميلي إحنا ما قلنا عملنا أي حاجة غير إن إحنا إدعينا عشقات تحية المصر روح روحنا ومش هتقول لي تعالي عشان مصر أقول لك لا إنت لو قدتني جوانا عشان مصر هروح آه بس الخلاف زي ما قلت لك شان نكون متفقين البعض شايف خلافي إيه في مناسبات جماهيرية زي دي ليه يا أستاذ وائل الشخصيات التي تستطيع السفر على حسابها ما تسافرش مجانا تقول لهم لا يا أستاذ وائل سامينة بس قول لهم لا أنا هسافر على حسابي يا سلام أما أنت على حاجة غريبة قوي يا أخي كم التذكرة اللي أنا دفعتها أنا هاتفعها وخلاص روحت على حسابي يا جماعة خلاص أنا هاتفع التذكرة مين اللي من حقه ياخذ التذكرة أنا بقولك ده ليه فيه بعض الشباب اللي كانوا في سورة يا أستاذ أنا معرفش أنا تمنم الشباب أنا بحب الشباب جدا وبحب البنات جدا وأنا أكتر واحدة مشجعة للشباب بالعكس ده أنا بشيلهم على راسي وأنا أمه وبحبهم وعاوزهم يبقوا أحسن ناس في الدنيا ولو التذكرة دي كانت تسعد أي مني آدم في الدنيا غيري كنتوا طولوا تفضلوا وخدوا بس مش بيئيدي أنا معرفش حاجة أنا فجأة لقيت نفسي أنا وزميلي موجودين في المطار مستفرين عشان خاطر نحي مصر خلاص هو ده اللي نعرفه لا عملت تذكرة ولا عملت حاجة إذا كانت تذكرة بداية الدنيا كلها كده وعلى حسابه وعلى حسابهم أنا هدفع عشرة تذكرة يلا بقى خلاص مش عاوزين العشرة تذكرة بتوعي الفنانين كل واحد مننا هندفع تذكرة ومش عاوزين بس مش إحنا مش إحنا اللي خلينا اللعيبة بتوعينا يخسروا لا طبعا ده إحنا كنا نتمنى نرجع بفرحانين كل العالم بفرحان ومش بس هم اللي خسروا كل العالم العربي خسر وكل العالم العربي أيوة بس إحنا لأداء لا مهمش لأداء ولا نتيجة والدولتين اللي رجعوا بصفر زنب أنا إيه مصر وبنان زنب إيه يا أستاذ وائل لا أنت مسؤول أنت السنب لا يا أستاذ وائل وأنا كنت معهم المباراة اللي قبلها كنت معهم واللي بعدها كنت معهم طبعا كنت في مباراة واحد التقلي قبل مني إيه واللي بعد مني إيه قلت خمسة مواخدنا ست ست جوان يا أستاذ وائل يا أستاذ وائل بقى ده كلام يعني إحنا نقعد يعني مش فهمة النسب لا 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 يعني كلام ملوش إن شايفة الناس الناس بتهرب من الأسباب الحقيقية الناس بتهرب من الأسباب الحقيقية ويلبسوها لأي حد وأنا عايز أقول إن أنا يا جماعة يعني مش بس المناسبات دي لحل بنروحها إحنا بنروح سفرة للسفرات بالروح في مليون ألف حتة بنروحها يا أستاذ وائل إحنا مش للدرجات في هزو يعني علشان إحنا الناس استهتر بينا لا يا أستاذ وائل لا يا أستاذ وائل إحنا ناس حصيات عامة مهمة جدا ليه مش مهمة يا أستاذ وائل فيه الليالي التلفزيون يكون بتعامل لمصر يا أستاذ وائل فيه حاجات كتير جدا نعصانة الناس لازي بتعرفها الشباب الجديد اللي لسه مصر يا أستاذ وائل مش كان بتعمل حبلات في مصر لاي للتلفزيون ومليون قبل حبلة كان بتتعمل كان بعملوها دولة سباكين ولا فنانين ما انفيش ده لكلام ده ايه الكلام دوت ايه ده ايه السخرية بالفنان لهذا الدرجة لا لازم يعرفوا ان احنا بنروح لصفرة بنتعزم في بيوت السفرة ولستاتهم في شيء في حاجة اسمها انتوا بتقلوا ايمة الفن وده غالف انا لا اقبلوا ولا اي حد يقبلوا ان حد يقلوا بيقيمة الفن الفن ده مهم جدا طول عمره يا أستاذ وائل انا بشتغل بقالي 35 سنة ازاي يا أستاذ وائل انا اللي بشوفه دلوقتي ده ما شفتوش قبل كده ولا حد يقبلوا ولا حد يرضى بيه ايه اللي كنت اقول له تذكرة طب على حسابي اروح ولو مش على حسابي خلاص شوكرا ايه كلم الفاضي ده ايه ده ده لو وداني النار لو وداني الجوهنم هروح ده انا يا أستاذ وائل حطيت في بلدي هنا وهما بالصالحين مع اسرائيل دخلت المينة هاوس لقيت كل الصالة كلها يهود خدت العلم رمى العلم الاسرائيلي عليها خدتوا في بلدي وحطيته تحت رجلاي وحطيت طرحيته وقلت يا حلي اسمي في وجود يا مصر ازاي يا أستاذ وائل اه انت شايفة هنا يعني فجرة اهانتكو لا 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 يا أستاذ وائل احنا ناس محرمين جدا وكل حاجة مهمة احنا موجودين فيها ولا نعب الاساء اللي احنا موجودين فيها مجرد التسلية والسخرية لا 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 عيب 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 وبعدين يا جماعة والله ما لنا زنب في الموضوع على والماطش اللي قابلي كنا فيه واللي بعدين كنا فيه كنا في مطشات الناس دي كلها اللي غير اللي اللي مشوا أفاهم يا عمر عيشوا ماشيين يهولهم زي الدورة على احنا مقالنا على الكرة ده مكسب وخسارة طوله عمر اللي أعب عمتا مكسب وخسارة مفيهاش حاجة احنا نحمد